أكد كل من رئيس المجلس الرياسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة خليفة حفتار عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي وفي بيان صادر عقب اجتماعهم في بنغازي دعا القادة الثلاثة المبعوثة الأممية عبدالله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المصر السياسية وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وتسريع اعتماد قوانين الانتخابات المحالة من لجنة 6 زائل 6 ودعوة رئيس المجلس الرياسي لاجتماعات رياستي النواب والدولة للتشاور من أجل استكمال المصاري السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات لإنجاز القوانين الانتخابية